ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهداف تحققت على أرض الواقع وجهود جبارة بذلها فريق البحرين للتصدي لفيروس كورونا وهي ما لم تكن لتتحقق لولا الثقة والدعم الملكي السامي اللامحدود لفريق البحرين بقيادة سموي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأنها لفرصة طيبة نجدد فيها مشاعر الفخر بالمستوى المشرف الذي رافق مراحل العمل في مكافحة الجائحة وقاد عملياتها الشاملة ابننا العزيز وولي عهدنا الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة فكان محل النفس في حمل هذه المسؤولية الجسيمة وكما أمرنا ووجهنا وأننا اليوم نتوجه بالتحية بكل تقدير واحترام إلى كوادرنا الوطنية العاملة في الجهود الوطنية التصدي لفيروس كورونا التي حفظت البحرين ليضاف ما تحقق إلى سجل الوطن الحافل بالعزم والثبات والإرادة والعطاء للمواطن البحرين ومن كان محل النفس كما قال جلالته أيده الله هو القائد الفريق البحرين ومن صل الميدان يقود جهود الحكومة الموقرة في كافة النواحي فسموه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لم يجعل من أزمة جائحة كورونا عائقا بل جعلها فرصة لسقل همة ومهارة فريق البحرين الذي كان وقبل تسجيل أول حالة لكورونا على أهبة الاستئداد في مواجهة الجائحة ثالثا نسعى لالتزام البحرين بتعزيز الأمن الصحي وطنيا وبناء على خبرتها الآن ويمكن للبحرين أن تشاطر خبرتها على المستوى الأقليم والعالمي ومن المؤتمرات الصحفية الدورية والتي بدأت مع أولى الحالات إلى الإشادات العالمية التي تلقتها مملكة البحرين ضير الجهود المبذولة والبروتوكولات المتخذة أصبحت لغة الأرقام فيصلا وشاهدا على ما قدمه فريق البحرين فإعلان مؤشر نيكاي المعني بتقييم مؤشر البلدان والمناطق بشأن إدارة العدوى وإطلاق اللقاحات والحراك الاجتماعي كان إعلانا واضحا وبلغة الأرقام والحياد في أن مملكة البحرين حصلت على المرتبة الثانية عالميا في مستوى مؤشر التعافي من الفيروس وكل هذه الإنجازات كانت بفضل من الله ومن ثم دعم ملكي سام وجهود لفريق البحرين بقيادة سموي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالإضافة إلى مجتمع واع مؤمن بقيادته ويدعمها في الإجراءات المتخذة والتي كانت مدروسة مقارنة في البلدان التي أغلقت وقيدت حرية التنقل فهنيئا للبحرين بهذه الإنجازات المتتالية